ازايك وحبيبة عاملين ايه رب تكونوا بقال في خير فيديو جديد معاكم النهاردة من قناة حبيب النورة النهاردة هنتكلم كده مع بعض عن تفسير الاحلام هنفصل الارقام الارقام النهاردة هنشوف تفسيرها ايه ودللتها على الرأي وهنتكلم النهاردة حبيبة عن رؤية الارقام وبشائر هذه الارقام في المنام فيدل تفسير الارقام اللي هتحسن في الامور او تعصرها حسب الرقم في المنام ويشير سماع هذه الاخبار في العمور الخير أو الشر أو الرزق أو الماء فقد فصل العلماء في التفسير أن هذه الأرقام لها دلالات معينة ومعاني كثيرة في معظمها بشارات خير فمثلا يرمز رقم صفر على الوجود والعدم وجور أي شرف المنام إلى المرأة عادة إلى الخصوبة وأن هذا وقت لاستقبال الحامل أما رقم واحد يدل على إيمان الرأي وتوحده بالله سبحانه وتعالى ويدل على البداية في الإنكتازات وأما رقم اتنين يدل على الحب والزواج وتحد فترات صعبة وفقا لتفسير ابن سيرين أما رقم ثلاثة يدل على أن الرأي له حظ وفير ويدل رقم أربعة على المفاجآت الصارة والاستقرار العائلي ويدل أيضا إذا كانت الفتاة عزباء يكون إشارة لها لاستقبال عرض زواج في فترة قريبة إذ يدل على الأخبار الصارة في العموم أما رقم خمسة يدل على أرقان الإسلام الخمسة ويدل على تحقيق أمنية صعبة المنال ويدل على الأرباح الكثيرة والأموال الوفيرة ونجاح وتحقيق في الأهداف ويدل أيضا المزوجة على الحمل القريب وبصورة عما يدل على البشارة أما رقم ستة يدل على الرغبات الغير مألوفة التي يهتم بها الإنسان ويدل على نهاية شيء سيء وإزالة مشاكل في حياة الرأي ويدل على اختبار المستقبل ويدل رقم سبع على الخير الذي سوف ينال الرأي والنجاح حيث أن أيام الأسبوع السبع والسبع سماوات ويدل أيضا على رقم الحظ ومفتاح الأبواب المغلقة ويدل على الحكمة والبصيرة ويدل على أن شخصية الرأي روحانية ويدل على التهارة والشفاء من الأمراض أما رقم تمانية يدل على القوة والنصر ويدل على الفرج من الهم والمرض ويدل على بلوغ الأمان وتحقيق الأمنيات ويدل على وقود طاقة إيجابية للرأي ويدل على تبديل أحوال العزباء إلى الخير ويبشرها بزواج قريب ويدل على التخلص من المتاعب أما رقم تسعة فقد اختلف فيه المعلماء والمفسرين فقال بعضهم أنه يدل على الابتعد عن الدين والخوض في المنقرات وأنه يدل على ضياع البركة في الوقت والماء واختلف فيه العلماء فقال بعض المفسرين الآخرين أنه يدل على الخير والأمر والإزدهار ويدل على العلاقات والنزاعات طيبة أما رقم عشر في المنام يدل على النجاح في تحقيق الأهدف والطموحات الصعبة والتي كانت تحتاج إلى جهد وطاقة كبيرة وتفسير رقم عشر في المنام للرجل يدل على نيله القوة والعزيمة والتغلب على المصاعب الذي يواجهه إذا رأى الحالم رقم عشر تفسير رقم عشر يدل على تضعف المال وزيارته ولل رقم عشر في الأصل يرمز إلى الرشاد والحكمة ترجمة نانسي قنقر